لماذا كنت تتعرى من قلبها؟ لماذا كنت تتعرى من قلبها؟ نحيبها متواصل دون هوادة منذ سماعها النباء الأسود أم تنوح كبقية العائلة على قتل ابنها لؤي شاب من بغداد قتل في السليمانية بثلاث رصاصات من سائق مجهول والسبب الإشارة للسائق القاتل من أجل الاجتياز عبر إنارة مصابيح السيارة وفق حديث ذوي المقتول نحن سياحهم وهو جماعة أصدقاء وبسليمانية هم يمشون بالشارع بالسيارة مالتهم فتعرف السيارة وديرا مشلي اجتياز بس حسب التقرير اللي قالوا بي هم يقول ضاج شيء انزعج شيء رمش لله يتعالي فالطبق عليهم نزل ورأسنا متعاركوهم ضربهم طلقات ضربه طلقه برأسه وطلقه ببطنه وطلقه بإيديه والله العظيم قاتلي لو نشوف شجون قاتله أصلا لا شاهد إسلاح كل شيء ما شاهد كل شيء ما شاهد لا إسلاح ولا أبد أجل قلت له ليش ليش عرقة قلوية عائلة لؤي لم تستفق من هول الصدمة بعد يبحثون عن قاتل ابنهم رغم بعض المسافات والأجل ذلك ينشدون بتحويل الدعوة التي رفعوها إلى بغداد لأخذ حق ابنهم ممن قتله نريد الدعوة تتحول البغداد نريد الدعوة ما تتحول البغداد هذه منها شددنا للحكومة العراقية فأنا نطالب الحكومة نطالب فائق زيدان إن شاء الله يا ربي ما يضحقنا هذا مسلم يعني الولد حباب وعقاء أمه وأبوه دمرهم دمر العائلة كلها جريمة إن ثبت هذا السبب لارتكابها فتؤشر إلى مستجدات خطيرة عن تزايد سلوك الإجرام في المجتمع في قبال الاستخفاف بالعقوبات والقوانين الرادعة التي تحتاج لتفعيلها بشكل أكبر للحد من هذه الظاهرة من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير ترجمة نانسي قنقر